إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم أكدت الشركات المشاركة في معرض أربيل الدولية الثالث الاستثمار والعقار أن أقليم كردستان بات محطة مهمة للاستثمار بسبب التسهيلات التي تقدمها حكومة الأقليم المستثمرين إضافة إلى وجود استقرار نسبي يساعد في تطوير مجال الاستثمار والعقار الذي يشهد ارتفاعا مستمرا وشهد المعرض مشاركة 180 شركة محلية ودولية خاصة في مجال الاستثمار والعقارات وحضور العديد من الشخصيات الحكومية طبعا هذه المشاركة إلها أكثر من غراض الأول هي عرض بعض المجمعات التسويقية الخاصة بشركتنا الغرض الآخر هو متابعة آخر تطورات المشاريع اللي حاليا يتم بنائها في بغداد لأن تعرف جنابك كل ما تكثر المشاريع هذه رح تخلق روح المنافسة وهذه المنافسة صف في مصلحة الاستثمار ككل والمواطن بشكل خاص رح تخلق تسهيلات مصرفية تخلق مجمعات بطرازات أحدث خدمات متكاملة أكثر السوق العقاري في الأربيل الحمد لله جيد بصورة طبيعية لا نستطيع أن نقول جيد جدا ولا نستطيع أن نقول منخفض أسعار سورة طبيعية والبيع والشراء والحركة كلش طبيعي وسبب العركة اللي موجودة في أقليم الكردستان الأمن واستقرار السياسي الموجود في داخل الأقليم الاستثمار بشكل رئيسي في مدينة أربيل خلال الثلاث سنوات الماضية صاير بتزايد وطبعا هي مجموعة شركات وتنافس كبير في العاصمة أربيل وفي تطور ومن حيث المبدأ ما في معوقات دوائر الدولة مسهلة أمور المستثمرين والحمد لله في التزايد وفي تطور هذا المعرض جاء لتعريف الشركات العربية والعالمية بالفرص الاستثمارية الموجودة في أقليم كردستان والعراق بصورة عامة هو فرصة يجمع بين الشركات وأصحاب المشاريع والمستثمرين في مكان واحد للتواصل المباشر وأقد الاتفاقيات المباشرة داخل المعرض توجد لدينا عروض حصرية بداخل المعرض خاصة من قبل الشركات الاستثمارية والعقارات ننتظر زيارتكم يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السابعة مساء